اشتركوا في القناة الصراعات والتجادبات فعلى مدار أكثر من عشريتين كانت المدرسة محورا للنقاشات والتجادبات الإيديولوجية والسياسية والنقابية حتى كدنا في كثير من الأحيان نقرأ الفاتحة على جلازة المعلم والمدرسة والأولياء وكل ما يتعلق بالمدرسة وحتى أصبح الفرار من المدرسة شعار للتلاميذ فكأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة يظل هذا الوضع على حاله عن رغم من كل محاولات الإصلاح وكل محاولات اللقاء حتى وصل الأمر إلى ميتاق الشرف ولكن الشرف ضاع بين النقابات والوزارة في وقت كان الأولياء ينتظرون أن تحل هذه المشكلة ويظل وتظل المدرسة هي القاطرة التي تجر ولا تجر مشاهدنا الكرام مع التطورات الأخيرة ونحن دخول جمهورية جديدة جاء وزير جديد وزير يحمل في حقبته ملفات للإصلاح يطرحها اليوم أمام النقابات والأولياء فهل سيصلح هذا الوزير الجديد ما أفسده الظهر الوزير دعا إلى حوار في الرابع عشر من جنف الجاري لحوار مع النقابات ربما سيحاول حالة الأزمة بين النقابات وبين الوزارة الوصية هذا الوضع مشاهدنا الكرام نحاول أن نطرحه للنقاش مع ضيفي في البلاطو هذا المساء أبدأ من اليمين مع الأستاذ عبد الحميد بوعلاق وهو عضو جمعية أولياء التلاميذ بالجزائر الغرب مرحبا بك سيدي شكرا الشكر موصول كذلك للأستاذ أحسن بالباقي وهو الأمين الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية مرحبا بك سيدي شكرا أبدأوا مع الذي يشكل همزة وصل بين الوزارة وبين الأولياء وربما يتلقى ضربات وفي كثير من الأحيان يردوا الصاع صاعين هذا الصراع كان متزاملا للمدرسة الجزائرية على مدار العشريتين الأخيرتين رغم كل المحاولات للإصلاح سيد الكريم نحن أمام وزير جديد وزارة جديدة تمد يدها لهذه النقابات هل تردون بالمثل؟ نعم شكرا للاستإضافة نعم تلقينا دعوة رسمية لحضور الاجتماع في مقر الوزارة يوم 14 جنفي على الساعة الرابعة مساء نحن في نقابتنا رح يجتمع المكتب الوطني ورح نقرر في صورة ما نروح أو لا لا أكثر من هذا أنه في تاكتول نقابي رح نجتمعه في تاكتول نقابي نتشاوره ونشوفه يعني الرد على حسب هذه الدعوة لكن في كل حالات الحوار دائما محمود نحن دائما نحب ذي الحوار وكانت عندنا جلسات حوار لساعات وساعات مع الوزير السابقة وللأسف كانت كل المحاضر يعني الممضات لم يعني تلقى طريقة إلى التطبيق وهذا هو المشكل مشكلتنا في الجزائر يا مشكلة سياسية بامتياز إرادة سياسية ما كانش لو كانت إرادة سياسية كأن عدة نقاط الآن لراهي عالقة لنعتبر تراكمات لراهي عالقة هذه النقاط عالقة الآن من تنولهاش لو طبقت في آنها ما يكونش تراكمات وما يكونش هذه التجاذبات اللي تكلمت عليها نعم اللقاء ربما إذا رحنا رح يكون لقاء بروتوكولي اللقاء تعارف فقط لكن هذا ما يمنعش أن الإنسان متى صورات تعوه وربما رح يسمع خارطة طريق وليس مع تصورات الوزير أو الوزارة بصفة عامة نحن في نقابتنا في كل مرة كنا نقوله وكنا نلح ونمد لما نديره مطلب نقابله ببديل نعطي البديل ما يكونش المطلب من أجل المطلب لما في كل مرة كل ما نديره مطالب رأي نمدوا البدائل ونمدوا الحلول يا للأسف يا للأسف ما كانش إيرادة سياسية ونقولها الآن كان لأن القرارات كانت من فرد أو من وزيرة واحدة ولذلك نقوله إلى الوزير هذا الآن جديد الذي رح نعطيه له ربما الوقت ربما كما قلوا يختار الفريق ورح يلازم له يكون عاملت على فريق يختار الفريق ليعمل معه ويدرس كل الملفات الثاقيلة اللي رحي على فوق الطاولة هكذا نعطيه له وقت باش نبدلهم نمدوا حس النية تعناه ونبينوا أننا حابين نكونوا شارك اجتماعي إيجابي بالمعنى الإيجابي الكبير وصلت لفكرة سيدي الكريم أستاذ بوعلاق عبد الحميد أنتم من أعضاء الجماعة التربوية التي تتمثل في جمعية أولياء التلاميذ إذن كما قال الأستاذ حسن بل باقي فيه دعوة رسمية وجهت من الوزير الجديد لهذه النقابات في جمعية أولياء التلاميذ كيف تقرأون هذه الدعوة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على فضل خقق جمعين شكرا على هذه الاستضافة نعم نحن على كل منك جمعية وطنية لأولياء التلاميذ لدينا تصور ولدينا دراسات ودراسة وكذلك تشريح لوضع المنظومة التربوية على مستوى الوطني أولا أن المنظومة التربوية كانت ضربت في العمق منذ سنوات طويلة لأن المنظومة التربوية تم إقحام التوجه الإيديولوجي للمسؤولين بحيث أن نعرف أن حتى المسؤولي أو الوزراء الذين توافدوا على وزارة التربوية معروفين بالتوجهات هم الاستئصالية التغريبية الذين أتوا لضرب المنظومة التربوية في العمق وبالتالي لما يكون تصور المسؤول الأول هو توجه تغريبي ونحن في بلد توجه إسلامي الحمد لله على الأقل يكون توجه وسطي للمنظومة التربوية ولكن للأسف منذ قدوم بداية التسعينات يعني من سنة 92-93 بدأت توجه تغريبي للمنظومة التربوية عن طريق الوزراء الذين توفدوا وزارة التربية وأكثرهم هي الوزير السابقة السيدة بن غبريت التي هي معروفة بتوجهها الاستئصال بأصلها وتركيبتها ومن أتى بها يعني وبالتالي كان العمل ممنهج لضرب المجتمع ككل الجزائري في أصله فإذا أردنا أن نضرب المجتمع في أصله يجب أن نضرب الأستاذ ونضرب المنظومة ككل يعني تم تدميرها بصفة عشوائية والآن فنحن مطالبين أو الوزير الآن مطالب يعني بوضع برنامج أولا استعجالي جدا وببرنامج يعني قريب المدى متوسط المدى وبعيد المدى وعلى هذا الأساس وعلى هذا البرنامج هذا إذا كانت نية صادقة بما أن هناك شركاء اجتماعيين من نقابات ولكن ليست كل النقابات لها يعني الوزنها الحقيقي يعني بأنها تكون كبديل حقيقي أو تقدم بالفات يعني كاين فيه نقابات جزء من نقابات الحمد لله محترمة ولها يعني وزنها في الساحة الطربوية وهناك الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ لدينا أيضا تصور عميق لإنقاذ هذه المنظومة الطربوية وعلى رأس هذه التصورات هناك أزمة رجال أولا يجب إيجاد الرجال الذين تكون عندهم تصور للمنهاج الطربوي للمنظومة الطربوية وأزمة أموال يجب رصد الأموال يعني أكبر عدد ممكن من الأموال التي توجه القطارات الأخرى أو القطاع الذي سيستفيد هو قطاع الطربية يعني لما نجد الرجال ونجد المال بحول الله كل شيء سيهون وفي أقرب الأجال إن شاء الله وصلت لفكرة سيبو علاق أعود للأستاذ حسن بالباقي نشير فقط أنه سنربط هنا اتصال هاتفي بعد قليل ببعض النقابات الأخرى التي يهمها الأمر في حال الجهازية الخط الاتصالي سنتصل به في حال جاهز زيادها إذن أعود أستاذ بالباقي قبل ما تكلموا على التراكمات التي تكلمت عليها في البداية قلت بأننا سنجتمع في البكتب الوطني ثم في إطار التكتل النقابات في 15 نقابة في هذا التكتل هل هذا الاجتماع المنتظر هو للرد على استجابة من عدمها للوزير لدعوة الوزير أم لوضع تصور وخطة عمل أو جدو الأعمال للذهب إلى المفاوضات ربما نستقل القول ربما يعني النظر الاستجابة بدائيا يعني تكون بدائيا يعني واحد يعرضك ما تقدرش ما تروحش لكن ربما ننسيغ تصور ما هكذا يعني كل لقاء يكون يعني نستغل الفرصة هدية لأن كما قال الزميل الوقت ما يسمحش أنا في وقت يعني حساس جدا كل لحظة تمر على الحياة تتع الوطن تتع الجزائر كل لحظة تمر إذن وليده قلنا يعني مدى بنا نديره تصور ولو يعني هكذا وتصورات كينين يعني ماشي ربما نسيغوه هكذا ونروحوا بتصور واضح هكذا يعني ندوله نظرة نظرة شاملة لأنه جديد على القطع وهو ما روش ابن القطع هل تلهمون مطالبة أو مغالبة سيد الكريم لا مستحيل مغالبة لا لا مستحيل أنا قلنا ربما لما نروحوا نعطوه ووقت يعني مهلة مهلة لازمة نسوعيين ونسعقلين لغة العقل ولغة الحوالية اللي راح تسود أكيد ربما كان زميل تكلم على المناهج وتكلم على المنظمة التربية إذن سيد الكريم فقط نشرك معنا بعض الأطراف الأخرى في النقابية إذن يشار لي أنه صادق زيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية وتوكبين معي على الهاتف مساء الخير سيد الكريم مساء الخير مرحبا إذن خرجت لي التو من العقاد جمعية وطنية عامة لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أكيد أنا لم أطالع على جدو الأعمال ولكن من المؤكد أنها فيه دراسة دعوة وزير التربية الجديد للقاء 14 جام في المقبل ما تعليقك سيد الكريم والله السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين بالنسبة للقاءنا اليوم في الانبياء هو لقاء ولائي ولائي مبرمج سابقا خاص بالتحرك الميداني لنقاب كليباف ولمع المنخرطين في إطار التواصل ما بين القيادة والخارطين وقواعدنا النظلية في الولايات أما بالنسبة للقاء يوم 3 14 في الحقيقة تلقينا الدعوة وهذه الدعوة في تقديري جاءت في إطار اللقاء الأولي التعارف مع الوافد الجديد الوزير وزير الطربية الذي نتمنى له كل التوفيق في مهامه والذي نأمل إن شاء الله أن يعني يتعرف على واقع الطربية ربما أكثر عن قرب لما يصبح وزيرا و لما أصبح وزيرا و يطلع على أهم الملفات الكبرى والتحديات التي تنتظر قطاع الطربية فأمامنا كنقابات كشركة اجتماعيين كوزارة كقطاع حتى كحكومة وحتى كجزائر جديدة مثل ما يصرح به في صرح به في مجلس الوزراء ينتظر مننا الكثير في ميلف إصلاح المنظومة الطربوية ينتظر مننا الكثير في سيد صادق تزيري عذرا على المقاطعة فقط حتى نثمن كل الحوار يعني ربما فيه ملفات استعجالية لأنه مشاكل متراكمة كما قال ضيفي هنا في القلاطو ولكن هناك ملفات لابد أن تعالج يعني باستعجال ما هي أهم هذه الملفات التي ربما ستطرحونها على طاولة اللقاء مع الوزير هو بالنسبة للملفات الاستعجالية يعني مثل ما تفضلت أنه قطاع الطربية منذ مدة وهو على صفيح ساخن أهم الملفات يعني هو ملف القانون الأساسي وفي تقديرنا كنقابة لينفاف نقول أن نؤان الأوان لنعيد النظر في القانون الأساسي بما يعطي المكان اللائق لرجال ونساء الطربية وهذا لن يكون إلا إذا أقمنا قانون أساسيا خارج قانون الوظيفة العمومية بمعنى يكون خاص بأتم عن الكريمة يأخذ في طياته خصوصية المهنة على أساس أنها مهنة مهنة رسالية مهنة تكوين الأجيال وليست وظيفة للخبز فقط ومن ثم طعطة الأولوية وإنسا ما جاء في قانون التوجيه على أساس أنه ملف أنه قطاع الطربية قطاع استراتيجي بعد القانون الأساسي سيد الكريم هل هناك ملف آخر الملف الثاني وهو ومسائر الملف القانون الأساسي وهو إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور ومن ثم تصنيف موظفي قطاع الطربية بما يليق بالقانون الأساسي الجديد أي بعبارة أخرى القدرة الشرائية المتهالكة التي في انخفاض مستمر هي تعتبر ملف استعجالي كملف أجور لتحصين الوضع الاجتماعي لرجال ونساء الطربية الملف الآخر وهو ملف يعني إعادة هيكلة التعليم الابتدائي خصوصا نعتبره ملفا استعجاليا لا شيئا إعادة النظر في البرامج وتخفيفها والمناهج وثقة للمحفظة كل ما يتعلق بالابتدائي ومن ثم يحذر تغيير على الحجم الشاعي بالنسبة للأساتب وبالنسبة المعلمين وبالنسبة أيضا للمهام المعلمين خاصة المهام الغير البيضاغوجية يجب التخفيص عنهم لنرفع عنهم الضغط الذي تعيشه المدرسة الابتدائية لنعيد لها بريقها وهي القاعدة الأساسية صدقات زيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية وتكوين كنت معنا على المباشر في الحدث شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين الكرام نعود للنقاش في البلات وكنت بصدد الحديث عن التصورات باختصار فقط قبل أن نكمل في الملفات الاستعجالية نعم صدق يعني فرض وتكلم يعني كتير ربما نتكلم على تخفيف المناهج هذه اللي ربما اللي راه أنا لكن تخفيف المناهج ما رحش يكون تخفيف هكذا لازم ديروا تقييم أو نبش يكونوا موضوعيين ويكونوا عقلاليين ديروا تقييم لهذه المناهج الجيل الثاني هذا يندروا له تقييم هل شوفوا إيجابياته وشوفوا سلبياته الجزائر عندنا خبارة عندنا أكاديميين عندنا أستيدة جامعيين عندنا أستيدة عندنا مفتشين نقدر الآن لتقييم حقيقي لهذه المناهج هذية ونشوفوا السلبية والإيجابيات ولكن نحن متأكدين أن سلبية أكثر من إيجابياته لو ندخل في تفاصيل نشوفوا مثلا مدى مثال فقط باختصار تروح للسنة الرابعة ابتدائي والسنة خمسة ابتدائي تشوف كوارد المناهج أكثر من هذا سنة أولى تلميذ يفكك في الأعداد تلميذ يفكك في الأعداد سنة أولى ابتدائي من المفروض الآن يبدأ يكتب الحرف فقط في المنظومات التربوية العالمية ممكن يقرأ لك تحذيري وقرأ في المدرسة القرآنية مستحيل مستحيل لا يدخل في تفاصيل هذا ولذا لو ندخل في تفصيل تاع المناء للبرنامج تاع السنة الرابعة ابتدائي خمسة ابتدائي ليقرأوا أحداش المادة أحداش المادة تاعت سع سنة أحداش الكتاب أحداش الكتاب فما بلوك الآن ولو نرجعوا إلى المحفظة وثق المحفظة ولذا قلت مقبل لما نتكلموا نمدوا البديل لو نجي نتكلم عن المحفظة الآن لما نضي سكوليوز هذه اللي راي تصيب أبنائنا بثق المحفظة مدينا بديل وبدائل بين البدائل وش قلنا قلنا بلي طابلة لا لو صلنا لطابلة خلاص أنا مشينا من طربيا قلنا على الأقل الكتاب هذا اللي راي يزل الآن 3 كيلو على الأقل ندروا طوم دو طوم من الجزء الأول الجزء الثاني وجزء الثالث كما كان وليد قلنا ندروا تقييم ونقسموا الكتاب هذا التلميذ ليس يرفض 7 كيلو تلقى يرفض 10 كيلو على الأقل البدائل مديناهم ولكن هذه البدائل مدونة في محاضر ولكن لحياة تألمتنا حتى نشرك الشرك الاجتماعي لأن الجمعية الأولية التلميذ مهمين سمعنا بعض التصورات لأن هذه نقابة واحدة فيه كثير من 15 نقابة معتمدة عندنا اليوم الأسنتي وعندنا الامباف وما زالوا نقابات أخرى يعني كلمهم ليس قرآن قدرون نجادلوا فيه ناخدون ردوا أنت بالنسبة لك سمعت هذا الكلام عن نقابات لو كان يستدعيكم يدعوكم صيد الوزير الجديد ما هي أهم الملفات الاستعجالية التي تطرعونها هي بطبيعة الحال هي أولا هو توفير الإمكانيات اليوم إذا كان التلميذ يقرأ في مدرسة أو في متوسط أو في ثانوية بصفة عامة مؤسسة تربعوية ويقرأ في وضع مشحون قسم في 50 تلميذ طاولة في 3 تلميذ بدون ناقص الإنارة الصبورة أول حاجة الحاجة الاستعجالية هي توفير الإمكانيات للمؤسسات التربعوية للأستاذ وللتلميذ يعني بصفة استعجالية لأنه في هذا الظروف هذه مستحيل مستحيلة السبعة أنه التلميذ مهما تكون ظروف سواء الأستاذ بيكونش عنده مردود والتلميذ لا يمكن أن يتلقى هذه الدروس في وضعية كهذه لأنه إذا كنا رجعنا وكذلك لقضية المحفظة المدرسية هي من الضروريات أيضا والإمكانيات وخاصة وثانيا هي المحفظة التخفيف من عبء المحفظة والشروع لأنه المنهج الطبوية تحتاج إلى دراسة إلى تشخيص لأنه اليوم طبيب لما يوصف الدواء قبل وصف الدواء لازم تشخيص المرض لازم تشخيص في العمق للمرض ثم إنشاء لجان في أقرب الأجال بشريطة أن تكون لها توجه وطني إسلامي على الأقل هذا الناس المشرفين على المناجي التربوية ماهوش رح يجيبون لناس تغريبيين ويستقيموا المنظومات الأخرى الفرنسية أو المناجي الفرنسية السيد أبو علاق تعرف بأن المدرسة تخدع إلى فصول يقرأ فصل الأول فصل الثاني فصل الثاني الحدث كذلك فيه فصول لأنه فاصل إشاري نعود بعده لمتابعة الحدث تفضلوا بالبقاء معنا عودة من جديد مشاهدين الكرام إلى الحدث والحدث اليوم ننزل بالمدرسة الجزائرية يحاول أن يستقرأ هذه المشاكل ونغوص في الحديث حول الدعوة التي وجهها وزير التربية الجديد إلى نقابات التربية المعتمدة ربما لإيجاد دواء لهذا الداء الذي ينخر المدرسة على مداري عشريتين كنت قبل الفاصل تألت ضيفي في البلاطو والأستاذ بوعاللق عبد الحميد الذي يجلس بجانبه حسن بالباقي أمين الوطني لنقابة وطنية لعمال التربية لنقابة الوطنية لعمال التربية كنت سألتك سيد الكريم حول مطالب الاستعجالية لجمعية أولياء التلميذة أو أولياء التلميذ بشكل عام تحددت عن توفير الإمكانيات تحددت عن المحفظة وعن تسخيص الداء والمناهج التي كما قلت لا بد أن تسند لناس إسلاميين ووطنيين هكذا ذكرت ماذا يمكن أن تضيف باستعجال قلت أولا أول حاجة هي لإمكانيات إيجاد الإمكانيات اللازمة الظروف التي يتمدرس فيها التلميذ تكون ظروف لائقة ثم تشخيص الوضع الحالي للمنظومة التربائية والمناهج التربائية والمحفظة يعني ثم نرتب على المدى القريب عندنا مع الدخول للمدرسة القادمة إن شاء الله نتمنى أن تكون على الأقل الجزء المهم من المناهج التربائية تكون واجدة وتكون صالحة للتطبيق لكن في الظرف الحالي قبل الدخول للمدرسة القادمة نتمنى أن تتوفر الإمكانيات اللازمة والظروف اللازمة التي يتمدرس التلميذ وتقليص ابتداء من الثلاثي الثالث يبدأ في تقليص على الأقل الضغط والعدد بتوسيع على الأقل الأقسام للتلاميذ من ثم تبدأ الانطلاقة على الأقل في انتظار مع الدخول القادم تبانى الرؤية حول المناهج والمحفظة المدرسية لأنه إذا كان رجعنا للمطالب بالنقابة كأولويات ويبدأ الخلط وتبدأ الإضرابات لا نخرج بهذا لا نخرج بنتيجة إذا كان حتى النقابة تتركز على القوانين الأساسية وتركز على المطالب المادية هذا مشكلة أنه فيه قطاعات كثيرة في الوظيف العمومي هي في الحقيقة أنه حتى الأستاذ أنه تعطله الأولوية في الترتيب والتصنيف والتعويض ولكن هناك قطعة أخرى أيضا أكيد أنها ستطالب بتصنيفات بائعات القوانين الأساسية لأن كل القوانين الأساسية الخاصة بالوظيف العمومي هي قوانين يعني سيدة حسن بالباقي لماذا تطالبون بالزيدات المالية تطالبون بتحسين الأجور تطالبون بتحسين الوضعية الاجتماعية في حين أن المدرسة تعاني من مشاكل ربما على غرار القطاعات الأخرى بماذا ترد على ضيفك نعم نحن ما يعقدوناش من 2014 ولا زيادة في الأجور لما تكلم عن القدرة الشرائية أعطيك مثال ملموس العمال المهنيين والأسلاك المشتركة شحال يخلصوا كان يخلص مليون وثلثمية كان يخلص مليون وربعمية نعطيك مليون وثلثمية بزوج دراري ورح جوز بيوم شهر عيش بيوم شهر مستحيل هذا تكلمت عن العمال المهنيين اللي هي كما قلوا الفئة الهشة كان منهم حوالي مئتين ألف هذه العمال الأسلاك المشتركة اللي موجودين في كل القطاعات اللي رهم يعاني ومعاناة كبيرة جدا لو مجيش المنظفة يومين ولا تلاتة تشوف الأقسام كيفاش يملو لو الحراس ما يكونوش شكل يكون في الباب المصابيح شكل يسقمهم هادو كذلك فئة من الفئات هادو كمثال هادو فئة واحدة لما نجون تكلموا الآن على الأستاذ لسانس لما يتخرج ويروح يدخل ويجوز مسابقة وينجح ويقولي أستاذ شحال يخلص اللسانسي يخلص لتملاعين تلاتين ألف دينار أي عقل أي عقل هاو المشكلة احنا ما يعقدوناش الآن الآن رح يكون بين المطالب ونقولوها بصوت مرتفع بفم مليان رح يكون يعادة النظر في الأجور ورح نطلب رفع الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية اللي يراهي الآن نكملك هذه فقط نزيد بين المطالب ليرجي الضاريب على الدخل نطلب نطلب إلغاء الضاريب على الدخل لأن لما تشوف واحد عنده مصنع تشوف يعني كيفش يدير لزيم بوتاعه ب عدد بفوتات وش يخلص والموظف يديروا لزيم بوتيرك مباشرة يخسمونه كالي يروا ونقوله في درجتين ينحوله خمس مئة ألف كل شهر ينحوله هذا كذلك الضاريب على الدخل تلغى نطلبوا إلغاءها تلاتة النقطة الاستدلالية اللي ما كانت ثلاثية وكانت نقابة هذه الحاضر الغائب اللي كانت سفق وش كانت نقطة الاستدلاليات خمسة وربعين دينار وهذه حكاية كبيرة هذه تعالي نقطة الاستدلال حنا نطلبوا أنها تكون على الأقل مئة دينار هذة هم الأمور اللي رح نأكدوا عليها إذن إحنا المنقوله إعادة القدرة الشرائية إعادة رفع الأجور نتكلم على كل عمال تربية ما نتكلموش عن الأستاذة كل عمال تربية مضرورين كل ونقولوها بسؤة مرتفعة إحنا في قطعنا إحنا نتكلمو على عمال تربية واللي رأى في قطع وحد أخر يتكلم على القطع وكل واحد عنده حقه أنه يتكلم في قطعه سيبوا على اللعب سيبوا على اللعب سمعت هذا الجواب من الأستاذ حسن بالباقي الذي يقول أنه لا بد من تحسين قدرة الشرائية ماذا يضيركم في ذلك الناس يطالبوا في حقوقهم المالية حتى يقدروا يخدموا هذا العمل الشاق أنتم لماذا تقفون حجرة عطرة أمامهم لا 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 أبدا لا نكون حجرة عطرة لكننا نساند الأستاذ ونطالب بما طلبوه نعم ولكن هذا الأمر هذا نعرف أنه يتطلب وقت كبير لأن هذا الملف يجب أن يعالجه خلي دموزر تربية براسة خليها دبروسها براسة بلا بينهم لا مكان مشكلة لكننا قلنا الأولوية هي أولوية الإمكانيات ولا أولوية المناهج لأنه اليوم لما طالب الأستاذة وأكيد نحن نطلب معهم أكيد لكنها ما هيش مطارب التي ستحقق في الظرف الحالي لأنه كل لما نرجع هذا الملف سيعالج من طرف ليس فقط من طرف الوزير الأول وإنما من طرف رئيس الجمهورية لأنه فيه ميزانية ضخمة يجب أن تحضر وهذه تقريب إلغاء ضريبة الدخل الإجمالي ليرجي رأي مطلب الجميع جميع النقبات ضريبة الله أخبرك سموه لاندمنيتي جوي سيود ثاني رأي مطالب كل النقبات من حتى الجنوب فيه أمور كثيرة اللي لازم تراجع ولكن الميزانية نحن نعرف نحن نعرف أن ميزانية الدولة حاليا لا يمكن أبدا أنها تستجيب لكل هذه المطالب لأن كل قطاعات الوظيف العمومي لما اليوم تأخذ الطبيب اللي رأيه كان من المفروض أنه يعني الوصالة الراتب يكون على الأقل ثلاث أضعاف الأستاذ لأنه اليوم اليوم الطبيب اللي يدرس تسع سنوات والله عشر سنوات والإنسان اللي يدرس بلاليسونس بثلاث سنوات حتى في المطالب هم يتمنوا تتمين الشهادة في المطالب لا نعم اسمحني فقط سيبوا علاق حتى نشر كل الأطراف ونصلة الأضواء على كل المشاكل من المشاكل الغريبة التي يعرفها قطاع التربية حالة نادرة بولاية الربورة حيث أن مدير المدرسة يطلب في تعليم من التلاميذ يعني إحذار الملعقة في المطعم المدرسي فبذل الحديث عن المناج وتطوير آلية المدرسة نتحدث اليوم عن هذه المشاكل التافهة إذن نتابع هذا التقرير ثم نعود للحوار مع كل صباح يوم جديد يرتب صلاح الدين أدواته المدرسية كتب كراريس وأقلم يضيف إليها دائما ملعقة فما قصة هذه الملعقة بين الأدوات المدرسية أنا اسم صلاح الدين نقل السنة الأولى متوسط أكمالية دحوس محمد أنا اليوم أنا رتب دوزاني وما نسيش مغرفة كل من دعاش ما ناكوش إحضار الملعقة بالنسبة لتلاميذ إكمالية دحوس محمد ببلدية معلا بولاية لبويرا أصبح أمرا حتميا فهي التأشيرة التي تسمح للتلميذ بالدخول إلى المطعم والويل لمن نسيها فإنه سيتابع بإجراءات قانونية صارمة ويوجه لولي أمره استدعاء مستعجلا للإمتثال الفوري أمام الهيئة الإدارية للمؤسسة يجونا كله في المطعم لازم يسكن عندك مغرفة بشتاكل أولياء التلميذ سيما القطين عبر المناطق النائية تساءلوا كيف يحرم أبنائنا من وجبة الطعام بسبب ملعقة وهم الذين يقطعون يوميا حوالي أربعين كيلومتر ذهابا وإيابا للالتحاق بمقاعد الدراسة الملعقة أصبح ضمن قائمة الأدوات المدرسية في محفظة صلاح الدين وكذا لدى جميع زملائه إلى أن توفرها هذه المتوسطة يوما ما وكم في المدارس من مضحكاتي ولكنها ضحك كالبكائي مشاهدين الكرام نعود لمتابعة الحوار ونتناقش حول هذا التقرير الغريب أولا ما تعليقك يعني غريب غريب يعني وأنا أكثر من هذا أن نروح بعيد هذه الملعقة اللي ما يديرها في المقلامة والمقلامة فيها كما قولوا الحيبر وكذا كيفاش هذه الملعقة اللي راح تقيس للحيبر هذا وتلميذ بباراته يجب دهام أنتم ما وبدأوا ياكل رنن مرضو أكثر من هذا يعني مدير ما قدروا شي يوفروا ولهذا نقوله كلام بالمطالب اللي حنتكلمها هو فصل للوسم الجامعات المحلية البلديات عن الابتدائيات لازم لا لا تصير كل مدارس ابتدائية ولكن هذه متوسطة يعني متوسطة عندها مقتصد وعندها ميزانية خاصة من فروض يعني ولكن كاين مشكلة مشكلة أنه وكان نتكلم زمين مقبلة أن الميزانية المتوسطات بصراحة بحوالي نقص بحوالي 60% مش يكونوا منصفين وهذه من الجرائم السابقة كذلك من فروض الميزانية يزيدوا هما الميزانية ينقصوهم يعني من فروض يعني من العقاة هذه أدنى حاجة يحضروها يعني كاريتا وش نقدر يقول هاي المشكلة الحقيقية لتعانيها المدرسة الجزائرية وهذا دور جمعيات أولياء التلاميذ أكيد شاترني الرأي ما تعليقك على هذا التقرير لا أكيد أنا في البداية قلت لك لازم الإمكانيات مهما يكون أنا من أولى الأولويات حتى قبل مورجعة القانون الأساسية قبل التصنيف قبل النقطة الاستدلاعية هذه الميزانيات يجب أن توجه أولا كإمكانيات لدعم المؤسسات التربوية لتوفير الإمكانيات لتوفير المطعم لتوفير أيضا الوسائل البيضاغوجية للأستاذ المخابر إلى غير ذلك قبل النظر في هذه الأمور حتى قلنا إذا كان فيه ميزانية لازمها ترصد إلى أولا كإمكانيات توفر للمؤسسات التربوية وفصل لأنه الآن وزارة الداخلية هي عندها مشروع أنه سيدخل حيث تنفيذ من خلال البرنامج لا هي تعوزارة الداخلية هو موجود قبل الآن على وشك الإنهاء بش يدخل في الدخول للإجتماعي القادم هو الديوان الوطني لتسيير المؤسسات التربوية أو المدارس التربوية كان قبلته للحكومة الجديدة لا أكيد إحنا فيها لأنه هو تقريبا رغم شاق طعش وكبير لأنه هذا ديوان هذا رح يفصل للمدارس الإبتدائية عن البلديات وعن مديرية التربوية ورح تكون عندها مؤسسات خاصة وتكون عندها مدير خاص هو اللي رح يسير ميزانياتها رح تخرج علىها فقط قبل من غاضر هذا التقرير بالنسبة كعضو في جمعية أوليات تلميذ لما شفنا هذا التقرير وجمعية أوليات تلميذ أكيد فالبويرا وكل ولاية الوطن تابعوا تقرير قناة البلاد ما هو ممكن الموقف الذي لابد أن يتخذ لنظرك لا هو الموقف هو فصل هذا المدير هذا يتخذ إجراءات ردعية لأنه إذا كان ما تكون فيه تساهل في مثل هذه الإجراءات في مثل هذه المظاهر السلبية عيب حتى شوفوها يشوفونا ناس في الخارج أنه تلميذ ما زالي يحمل ملعقة يعني رأونا في دول أقصى أدغال إفريقيا نحن نشوف في الجزائر يعني المؤسسة هذا ما يدل على أن المؤسسة هذه عجزت الميزانية التحاب أنها بشري الملعق وبالتالي يحب تتوفر نوعا ما على المؤسسة بشتلميذ يجيب ملعقة حتى كان ممكن عملية نحن نعرف التربية حتى ممكن كان الولاد يخرجوا معهم الملعقة ويرميوها هذا الأمر الثاني يقدر يكون حاد ويبقى الموضوع للمتبع أعود أستاذ 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 ربما لم يجيب الملعقة لم يقدر كيف يأكل وهم طيب مثلا كائن 500 تلميذ 500 تلميذ وربما يقدر يأكل مع كل ماك وين يدير ها وتلميذ ونسمعنا الولي قال بني نسكن على 15 كيلومتر هذه جاء في منطقة نائية بعيدة نوعا ما إذن لنقول المسؤولية مشتركة باش من نحط على المدير كامل المباشرة يبقى موضوع متابعة أعود الموضوع الابتدائي وهو موضوع شائك صادقة التي لن تكون في الحوار ولكن ربما هذه المطالب هم قالوا حتى في المطالب نتاح ما عندي أمامي هنا يطالبوا بتلتة ملايين سنتيم زيادة في الأجر لا ناهيك عن الترقية الآلية والأمر الأخرى رفع الأجور توحيد المعايير الحجم الساعي كل هذه الأمور هل ترى ظهور هذه التنسيقية التعليم الابتدائي ستعمق الشرخ بين النقابات وبين الوزارة ولا تحسن الوزارة عاما تتفاو لا يا شوف أولا المطالب هذه اللي رأي قدامك هي مطالب قديمة جديدة مطالب هذه مطالب مشروعة هذه المطالب لو نجي نشوفه الآن ما جبتش معايا محضر ما بيان وكنت بتبين الآن في 2015 جلسنا مع الوزيرة السابقة حوالي سبع ساعات ومضينا محضر تنائي للتطبيق مشكلة هنا ما كاش تطبيق هذا المطالب رأي موجودة في أدراج الوزارة اللي كان ما كانش إرادة سياسية وما كانش حب التطبق وتمقبيلة تراك ومات لما نجي نتكلم الآن لو جي نتكلموا مثلا على المناهج نتكلمنا على المناهج هذا المناهج رأي اتفاق الآن بتخفيف المناهج يقابلها تخفيف الحجم الساعي وأنا أكتر من هذا قلنا نزيد ونضيفه في ربما نبدأها في مدارس نموذجية نزيد وندخله إلى الابتدائي لازم نبدأ ونرجعه اللي كانت تجربة في التسعينات وكانت تجربة ناجحة بانتياز ولكن كانوا ناس اللي أدلاجوا المدرسة ما خلاوش هذه الباضرة الجيدة ما خلاوش تمشي أكتر من هذا نزيد نروح لك تكلمي حل الحجم الساعي نزيدنا من دينق وتفي كل مرة احنا نمدهم على بان يتكلمني على البيان وعلى المحضر احنا نتكلموا على هذه التنسيقية سيد الكريم على هذه التنسيقية كيف يكون العمل هما دايرين كل اثنين يدروا إضراء وإحنا النقابة ترحى الوزير في لقاء الجديد وهذه النقابة غير معتمدة هل ترى أن الشرق يزيد وتبقى المشاكل متوصلة ما يكونش مشاكل نقول لك علش لأن المطالب هذه معروفة ما يشحج جديدة مطالب معروفة ومشروعة ومقبولة جدا الوليدك وتمقبيلها مطالب قديمة جديدة هذه مطالب مطالبنا نزيد نقول لك أكثر من هذا المرسوم الرئاسي 266-14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 لو كانت الإيرادة السياسية وطبق هذا ما تكونش هذه التاركومات الابتدائي اللي يرى في الـ 11 يروح للـ 12 والأستاذ الرئيسي اللي يرى في الـ 12 في الابتدائي واللي في 13 ما تكونش هذه المشاكل لكن هذا باش نطبقه وحده لأنه ثمين شهادة تعدو يا هذا باش نطبقه وحده مستحيل القينا سيغى المرة في جلسات وجلسات قلنا من خلاله نستغلوا ونحاولوا أن مراجعة القانون الأساسي واستفادت شبكة الاستدادة أجون لا مراجعة القانون الأساسي بما فيها الشبكة بما فيها الشبكة وتقيس 27 رتبة لكن بالوقت بان بلي أن 27 رتبة رح تستفاد لكن كين رتبتين ولا تليهم المقتال مصالح الاقتصادية والمساعدين المشريفين تربويين ما قاستهم شهادية ولذا لما نديره الآن قانون الأساسي وكان السيد صادق لتكلم لما ننفصلوا التعليم التعليم اللي هو مهم نبيل نخرجوه العلم الوظيفة العمومية سنكمل هذه لما نخرجوه ونديره القانون الأساسي خاص به هنا رح ننجحه وراح يكون استقرار على المدى الطويل أستاذ كيف يكون استقرار على المدى الطويل كما يقول سيبا الباقي في ناظرة جمعية أولياء التلامين لا أنا قلت لك أولياء الوزارة لازم تقدم برنامج على المدى القصير المدى المتوسط والمدى البعيد وبالتالي هناك في قضية المدى البعيد لازمنا نطور في البرامج يعني تكون برامج استعجالية الآن لنبعد يتم مراجعاتها حسب مقتضايا الساعة لكن المشكلة الأساسية هو تغفير الإمكانيات اليوم كما قلت نتايا عوض ما ندرس بهذا الكتب أولا نبدأ كما قال لك بالكتب تقسيمها إلى فصول طوم آن طوم دو طوم طرواء لكن ثم بعدها نوفر الإمكانيات لما تكون مثلا التلميذ تكون عنده كتابين واحد ياخذون للبيت وواحد تكون فيه أدراج وين يحط الكتب بتاعه في المدرسة قدر يروح فقط بالكارة رئيس الكتب لا ياخذهم معاه تكون إمكانية تكون عنده أدراج هناك في المدرسة يحط يحفظ بالمفتاح تاعه هذه حاجة نجم نوفرها آنيا وعلى المدد البعيد لما لا نروح لسيستام دو طابلات دراسة النانات تكنولوجية وتقدم من بعد تكون المخابر عن طريق الانفورماتيزازيون اللي تكون في المؤسسات التربوية تلميذ حتى ديميكرول ثم يدرس بها تكون في المخابر عن طريق الاخر كل شي يكون سيستام انفورماتيزازي احتم الملعقة نحن وبالتالي رانا ما زلنا في الأمور البيدائية جدا إلى حتى الآن وعلق عبد الحميد عضو جمعية أولياء التلاميذ الجزائر غالب شكرا جزء لك الشكر وكذلك موصول لأن الوقت ذهب حاجة فقط أقل من دقيقة نقول بالليم بين المطالب كثير شريحة كبيرة جدا راهي تطلب التقاعد النسبي تقاعد النسبي كيف شاح يكون عندنا تعالى نام باش نجوبك تعالى نام كانت كما قولوا قرارات ارتجالية سياسية قلنا ندمجوهم بالآلاف مدى بينا مدى باش ينجيكتي وتعالى نام ديروا تقاعد النسبي وهذا هو الحل اللي رحي يكون سن بالباقي الأمين الوطني للنقابة الوطنية لعمل التربية شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام جزء الحدث الأول ساعة من الثانية إلى الثالثة إنقاذ ألقاكم في تمام الرابعة وحدث جديد في الحدد نلقاكم بعد قليل إلى اللقاء اشتركوا في القناة